خلال مؤتمر صحفي دوري عقد أمس الخميس لوزارة الخارجية الصينية ذكر بعض المرسلين أن تونس والنرويج والصين طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارق يوم جمعة استجابة للأعمال العدائية والأوضاع المتدهورة بين جانبين الإسرائيلي والفلسطيني ردا على ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية واتشون يينغ أن صين بصفتها من يتولى رئاسة دورية لمجلس الأمن الدولي ستحث مجلس الأمن على تخذ إجراءة بشأن الوضع في القدس الشرقية فيما يتعلق بالوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل فإن الصين تولي احتماما بالقا تجاه هذه القضية وبصفتها من يتولى لئاسة دورية لمجلس الأمن الدولي في مايو استطافت الصين مشاورات طالئة لمناقشة الوضع في القدس الشرقية هذا وتدين الصين والعنف ضد المدنيين وتدعو جميع الترافي إلى التجنب المزيد من الأقوال والأفعال الاستفدازية وفي مواجهة التوترات الحالية يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات اللازمة والوفاء بالتزاماته ودعمه الثابت لحل دولتين من أجل تحديث الوضع والوفاء بواجبه في الحفاظ على السلام وأمن الدوليين بصفتها من يتولى رئاسة دورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر ستواصل الصين دافع اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات بشأن الوضع في القدس الشرقية